صباح الخير يا دكتور وصباح ومساء جميل على كل اللي لسه بيتفرج علينا ومواظب على الفيديو واسبوع جديد وأخبار علمية جديدة ومناقشات علمية ومنطقية أكيد جديدة ونسأل دكتور ياسر معنا النهاردة صباح الخير يا فادي أنا بس حبيت ألبس لبس كده يمشي مع كندا داي إحنا بنكتفل بيوم كندا الأسبوع دا والحياة كان من يومين فلبست أضياد والكاب أحمر هم الحياة الكنديين بيحاولوا في الأيام دي لبسوا دايما اللونين دول هم بتاع العالم بتاعهم يعني هي عادة يعني النهاردة الحياة الفادي جايب لنا مجموعهم الأخبار أخلينا أنا مش عارف الأخبار بتروح فين لما الواحد يحب يجيبها بتختفي كده مرة واحدة أهي تعال يا سيجي فين فادي راح طيب فادي جايب لنا مجموعهم الأخبار واحدة عن انفجار نجم دا احتمال ما نشوفش حاجة زي كده في خلال أعمارنا الخبر التاني عن البيونيك ليج اللي هي زي بنضيف أعضاء أو أطراف للإنسان وتبدو كما لو كانت طبيعية الداون سندروم الداون سندروم دا باللغة العربية بنسميه تقريبا توحد لا ما اسموش توحد الداون سندروم اسمه العته المغولي بس ده اسم قديم يعني ما حدش بستخدمه أي مور لأن في نوع من نوعات تنمر على المغول أو يعني على الجنس اللي هو يعني مسحوبة دي فهو اسمه داون سندروم أو متلازمة داون بالعرب يعني كان زمان بيتقال عليه العته المغولي بس التواحى الأوتزم حنا تاني ملاش ملاش علاقة بالداون سندروم طيب وبعدين هنتكلم على نوع من أنواع الفانجس الفانجس اللي هم الفطريات اللي بتغير البيهيفيور السيكسول البيهيفيور بتاع بعض الحشرات يعني وفي كمان عندنا خبر عن باتش أرجل النمل وأنا مش هارسة كنا هنقدر نغطي الكلام دا كله أنا بحاول إن إحنا نلتزم بالوقت فلو ما قدرناش نغطي هيبقى هنتابع في الحلقة الجاية إن شاء الله بس بسرعة عامة كمية الأخبار العلمية اللي بتحصل كل يوم وكل ساعة وكل أسبوع وكل شهر أخبار كتير جداً اللي إحنا بنحاول نعمله إن إحنا نقي منها ما هو مناسب للحوارات اللي بنعملها في البرنامج دا العلم قبل القبز أحياناً هو الحقيقة اللي أتمنى إن كل الناس يحس به جمال العلم الشيء اللذيذ الشيء إن أنت تكتشف حاجة الشيء إنك تتعرف على شيء جديد فمن غير ما نتأخر خلينا نبتدي مع فادي تحب تبتدي بإيه؟ أنا حبتدي بالترتيب اللي إنت قلته فأول خبر هو الخبر بتاع النجم اللي على بعد 3000 سنة دوئية وده واضح إن هو نجم متكرر الإنفجار يعني مش إحنا بنسمع عن حاجة اسمها السوبر نوفا والنوفا السوبر نوفا دي بتحصل في نهاية النجم لما النجم بينفجر وبيموت والسوبر نوفا بتنتج نوعين إما جسم معتم بعد ما خلص كل الوقود اللي جواه أو بتنتج لو كان النجم كبير بتنتج بلاك هو أو سقب الأسوى السقب الأسوى طبعا إحنا عارفين إن هو بيشفط كل حاجة أو الجاذبية بتاعته لأنه هائية لدرجة إن هو بيشفط الدوق أو بيجزج يعني بي بي غير يشفط كلمة إيه تاني بتتقاش يعني يعني هو بيسبب حيود الدوق بالظبط أنت ما تقدرش تشوف إيه اللي جواه يعني 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 فالنجم ده مش بيعمل يعني السوبر نوفا بتحصل مرة واحدة في تاريخ في حياة النجم إنما الإنفجارات النجمية أو النوفاز مش السوبر نوفا آآ دي ممكن تتكرر وتحصل كذا مرة فالنجم اللي هما بيتابعوه أو بيرصدوه آآ ده جوا آآ 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 نظام سنائي النجم آآ وهو السنائي النجم ده السنائي النظام ده عبارة عن نجمين آآ بيلفوا حوالين بعض آآ والنجم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده آآ اترصد كذا مرة آآ لانفجارات بتحصل جواه آآ اول مرة اترصدت ويه اتعملها او اتوسقت كان آآ في القرن التلاتاشر آآ آآ الف وماتين وسبعتاشر آآ في ألمانيا وآخر مرة اتعمله آآ آآ رصد للانفجار بتاعه كان آآ 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 الف تسعمية آآ آآ ستة واربعين والمتوقع إنه هو ينفجر آآ في أي وقت آآ اليومين دون آآ آآ والانفجار بتاعه حيستمر للمدة اسبوع فآ دي حاجة نقدر نشوفها وطبعا هم بقى جايبين ازاي تقدر تولوكيتو أو تقدر ت تحدد مكانه آآ هو ما المفروض إنه هو في مجموعة هيركليز أنا طبعا علاقتي بالفلك علاقة ضعيفة جدا فأنا آآ أو يعني احنا محدش علمنا أي حاجة ليه علاقة بالنجوم والفلك والفضاء آآ بس في ناس ممكن نتكلم على الكنستليشن يعني لو جبت الصورة احنا ممكن نتكلم على الكنستليشن الكنستليشن دي طبعا اللي هي بيسموها النجوم العربية من أيام الحضارة المصرية الأديمة والبابلية إنهم بيسموا النجوم اللي هي مجموعة النجوم اللي في السماء بيوصلوهم ببعض تخيليا يعني تتخيل إنهم متوصلين ببعض فبيعملوا لك أشكال معينة إيه الهدف من كده؟ إنت إذا تخيلت إنك بسيطة على النجوم بالليل يوم ورا يوم مش هتعرف إنت بتبص على إيه بالزبط يعني مش هتعرف إيه النجم اللي كنت بتبص عليه مبارح فلما بتبص للكونستليشن دي وبتعمل التوصيلات فبتبتدي تقول آه طب ده اسمه كذا ده اسمه كذا فبتعرفهم فبتعرف النجوم الأخرى على أساس هي بعيدة قد إيه عن النجم اللي إنت عارفه أو اللي إنت متألف معه فده يعني طريقة بسيطة أنا أشهر واحد أسمع عنه هو نجمة المجموعة الدب القدل وفي واحد اسمه المغرافة باين نحية كده بس عمري ما حد علمنا ولا حد فهمنا ولا حد الدنم تلسكوب قال لنا بصوا في السماء بصوا شوفوا ما عرفش إيه هذا شيء مؤسس يعني أنت لما ترجع تفتكر إن هيبيتيا في مصر في اسكندرية كان في هذا العصر كانوا بيشرحوا للناس في الويك أند في الميادين ما كانتش الناس لما تسمع موسيقى وبس ده كمان كانوا بيسمعوا علماء الفلك وعلماء الرياضيات زي هيبيتيا وكانوا يتكلموا مع الناس الإنسان العادي لما تلاقي إن إحنا دلوقتي ثقافة الطفل بتاعنا مش في مستوى ثقافة الطفل من ناحية الفلك بالتحديد يعني مش في مستوى ثقافة الطفل في مصر القديمة ده شيء يعني مش مش كويس يعني بينما إحنا عندنا حاجات تانية يعني الناس عارفينها كويس أوي يعني يعني ممكن نكلموا فيها باستطالة فنتمنى نتمنى إن إحنا نرجع دي رسمة للمجموعات الشمسية المختلفة يعني أنت تلاقي فيها أشكال يعني دي حتلاقي إنها شبه حيوان دي حتلاقي إنها فعلا شبه المغرفة يعني فهي هما يعني لما عملوا حاجة بيعملوها بحس إن هي تبقى لها معنى مش مجرد كده خطوطه خلاص يعني آه يعني بعدين لاحظ أنت الباكجراوند اللي وراهم يعني دي النجوم الظهرة جداً لاحظ الباكجراوند اللي وراهم هتلاقي كمية لأنا هاي من النجوم؟ آه فأنت بتحاول ترجع يعني مثلاً هتلاقي بيقولك المجموعة الفلانية مثلاً مجموعة سكاتم آه انزل تحت النجم اللي على الشمال بعد آخر نجم تحت فبكده بتقدر تعرف النجوم التانية بكده المساحة الكبيرة اللي هي السماء آه اللي احنا آه آه بنبصرها كده من غير ما ما نفهم فيها ايه لا ابتدينا نقسمها آه لبرا مثلاً اللي هو الميزان هتلاقيه شكل الميزاني يعني بالضبط بالضبط هو الموضوع ده وانا في مرة كده فكرت وقلت آه واشتريت تلسكوب بس آه يعني الحاجة الوحيدة اللي عرفت بص عليها هو الامر علشان هو حاجة مريبة او يعني اكثر حاجة واضحة بس آه يعني المفروض ان لو كان الواحد عنده ثقافة او آه او احد علمه الحاجات دي كان حيستمتع بالنجوم اللي موجودة في بتشوفها في السماء يعني هو في نورت امريكا هنا وبيستعمل الانترنت الناس بيتقابلوا اللي هم مهتمين بالفلك ليهم موعدوا بيتقابلوا بيخرجوا بيروحوا اماكن معينة يرصدوا يعني ولما بتنضم المجموعات دي بتتعلم منهم يعني يعني انا كان في مجموعة الحياة كانت مع المطار كانوا بيروحوا بيتقابلوا في المطار يعني انا كنت بحاول اتعلم في ايران يعني فكانوا بيروحوا في معينة معينة في المطار وكانوا بيتطلعوهم البرج المرعبة في شوية تلسكوبات بيتفرجوا منها يعني فهو موضوع كويس يعني طيب ايوة لا تمام انا قصدي ان يعني يعني في ناس كتاع واحد زي هابل مثلا ان ده كان كان قاعد كل هوايته في الحياة ان هو مثل تلسكوب قاعد يتابع الفضاء ويوصل ان الكون بيتمدد وان المجرات بتبعد عن بعض يعني تخيل انه فيه واحد قاعد كل يوم بيراقب الفضاء بيوصل لمعلومة يعني مهمة جدا من المعلومات العلمية الاساسية في حياتنا النهاردة وده كان رجل بهاية احب اقولك حاجة عن هابل يعني ايه هو الشيء بالشيء يوزكر يعني بما اننا بنتكلم في الموضوع ده تفتكر هابل وظفته ايه او متخرج من ايه لا ما اعرفش او متخرج من حقوق يعني كان بيدرس له فده برضو بيرجعني لبلادنا ما حد ييجي نوت طريق يقولك هو انت ادرس الشيء فلعين عشان تتكلم فيه فعندك مثلا هنري فورد ما كانش درس سايرات ما درسش سايرات كان معه التعليم بتاعه كان الصف السادس هابل كان خريج law بس كان بيحب الفلك يعني ما تقدرش هو المشكلة مش انت دارس ايه المشكلة الكلام اللي بتقوله كلام مفيد وبيحرك الدين قدامه ولا ما بيعملش حاجة قلت الكلام كويس نقفت نضرب لك تعظيم سلام وكلنا يعني تحت امرك يعني يعني محدش تقدر يقف في سكة العلم السريم الجميل صحيح المثبت اللي فيه عليه ادلة يعني وهو هابل اول واحد فسر ليه السماء ضلمة بالليل يعني انت عارف المشكلة دي ولا ما اسمعتش عنها هي برضو مشكلة ضريفة انا انا اسف والله باخدك وبطير يعني على رأي روبي ايه ااخدك ثلاث ساعات متواصلة هي السؤال ده كان حطه منك واحد من الرهبان المسيحيين سأل السؤال ده السماء ليه ضلمة بالليل يعني خلي بالك الشمس بتنور الارض يعني الشمس ما تنورش الفراغ يعني وبعدين لان لو بصيت للسماء وقلنا ان كل نقطة فيها نجم والنجم ده بيبعث الضوء بتاعه فلازم من تعددية النجوم في لحظة من اللحظات الليل هيبقى تبص للسماء تليها مليانة اضاءة يعني فدا سؤال رائع ده اللي ميشي وراها بالوصل في النهاية لان الكون بيتبعد يعني ده الكونكلوجين بس هو موضوع مسير يعني لو هنتكلم فيه انه موضوع مسير انا فرايني المواضيع العلمية يعني لو انت اخدتها وتعمقت فيها هتلاقي ان فيها حالات كتير قوي جميلة وظريفة يعني انت مثلا لما ايزاك نيوتن قاعد تحت الشجرة وبعدين التفاحة وقت لو فرضى من دين ماسك هو مجرد ان الشي اللي مسكت التفاحة اتقطع التفاحة بتتحرك لتحت فيبتدي يفكر فيها يقولك يبقى فيه جاذبية ويبتدي يمشي ورا هذا التفكير لغاية ما يقولك ازاي الامر بيلف حوالين الارض يعني شوف ازاي بيمسك الاشياء على بساطتها ويقدر يزبط العلاقات اللي ما بينها ويطبق العلاقات دي وبعدين يمسك العلاقات دي يطبقها على حاجات تانية خالص وتزبط يعني تطلع بالملي فده شيء بالنسبة لي انا بلاقي شيء يعني الراجل اخترع فرع جديد تماما من الرياضيات يعني التفاضل والتكامل ده قبل نيوتل ما كانش فيه حد عنده تفاضل وتكامل ما فيش يعني راجل راجل الف رياضة او الف علم من الحسابات علشان يحسم الموضوع ده يعني وهو قليل ان احنا نلاقي علماء زيه يعني قليل جدا يعني احنا من ساعة ما مات اينشتر يعني احنا قاعدين مستنيين مالي واحد من اللي سمعنا طاردك نيوتن طاردك نيوتن العلماء بتوحب يعني وبيحافظوا على كل حاجة يعني انت حتى الخبر اللي كنت بتحكيه انت تتكلم على سنة الف امتين وسبعين رصدوا حاجة ومازالت مكتوبة بالضبط ده الابداع يعني لان انا متأكد ان احنا في بلادنا اكيد رصدوا الحاجات دي ان كان فيه ناس فهمة يعني لكن هل جيت كتبت وحافظنا عليها وبنكمل عليها دي ده ما بيحصلش يعني للأسف ده حقيقيا للأسف الخبر التاني انا اعتقد ان هو خبر يعني بالنسبة لي مش جديد لان الاخبار اللي من النوعية دي انا يعني شفت عليها اخبار كتيرة من جامعات ومراكز بحس كتيرة بتتكلم على الاجهزة التعويضية او الاجهزة اللي بتتركب لواحد فقد الاطراف بتاعته او الطرف من الاطراف بتاعته اه والخبر اه يعني اولا خبر بفوش يعني مش 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 جديد هو الفكرة انه هو معمول باتجوريزم او معمول بطريقة الطرف الصناعي ده اه معمول بتكنولوج جديدة اه بتسهل الحركة بتاعت الطرف الصناعي يعني الطرف الصناعي الجديد اللي هما اتعامل او الخبر بتكلم عنه بيخلي الناس اللي عندها اه 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 يعني عضو اه طرف مش مش موجود بتتحرر بشكل اه احسن من الاطراف الصناعية القديم اه اه ويه بتقدر تتحرك بسرعة اكتر وتقدر تعمل مانوفرز اكتر اه او تقدر تت يعني بيبقى الحركة شبهة عادية زي اي واحد ما 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 فقدش اه الطرف بتاعه الميزة في الموضوع ده ان الموضوع ده اه متوصل بالجهاز العصبي بتاع الانسان زي ما انا كده وانت بنحرك ايدينا وريبلينا الطبيعي اي حركة اي موتور اه اه اي موتور اسمعني يعني حركة اه اي موتور موشن اه عبارة عن سجنة العصبية اه اشارة عصبية جاء خارجة من المخ ماشية في الاعصاب بتوصل للطرف فالطرف اي طرف بيتحرك او اي عضو في الجسم الانسان بيتحرك الجهاز الطرف الصناعي اللي احنا مكلم عليه ده بيعمل بيشتغل بنفس الفكرة المخ بيرسل اشارة عصبية الاشارة العصبية دي بيستقبلها الجهاز اه الجهاز اللي هو المصنوع اللي هو الطرف الصناعي وبيتحرك على حسب المخ بيقوله بيقوله اتحرك ازاي اه ودي مش اجاب دي مش اول مرة اشوف الخبر ده الخبر ده انا شفته في اه في مواقف يعني في اخبار كتيرة اه متشابهة اه لدرجة ان بيوصلوا دلوقتي ان هما عملوا طرف صناعي بيحس يعني لما مثلا واحد فقد ايده وركبت له دراع اه آلي لما تتتت تسلم عليه الدراع بيحس بال بالحاجة اللي هو بيلمسك اه فالشخص اللي فقد دراعه مثلا اه يقدر يحس اه الحاجة اللي هو مسكها دي طرية صلبة اه مبلولة معرفش ايه يعني يعني مش بس ان هو بيقدر يحرك الدراع او يحرك الطرف عن طريق اه انه هو مجرد المخ يرسل اشارات بقى الموضوع بالعكس كمان انه هو اه الجهاء الطرف بيستقبل المؤسرات الحسية وبيوصلها للمخ فالانسان يحس بالنفس اللي بيحسه الانسان اللي عنده طرف طبيعي حسة اللمس بترجع اه ودي انا شفتها لاب فقد الطرف الصناعي بتاعه كان بيمس او يفتقد الحضن بتاعه اه او ان هو يمسك ايد ابنه ويحس بمسكة ايد ابنه لي يعني اه وفي جامعة من الجامعات اعتقد كانت في معيامي او في فلوريدا مش متأكد في انه مدينة اه عملوا للرجل ده طرف صناعي بيحس مش بس بيتحرك بالجهاز العصبي بيحس باللم يعني بيلمس وبيحس بالحاجة اللي بيلمسه اه او التطور اللي حصل فيه الموضوع ده موضوع رهيب جدا كبير جدا وده بسبب ان احنا اه 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 استثمرنا وقت طويل قوي في دراسة المخ وازاي المخ بيشتغل وازاي المخ بيتواصل مع بقية عداء الجسم وطبعا اه لو يعني الشيء يذكر برضو بقى فيه شريحة بعملها ايلون ماسك اه بتتحكب بترائب الحاجات اللي بتحصل جوه المخ وبتقدر تصلح اه حاجات لو فيه خلل فيه بعض الاشارات الكهربائية والسكة دي او المجال ده مجال واسع قوي لان احنا لسه في بدايته اه ويعني بتاع الموضوع ده موضوع رهيب يعني الحقيقة يعني اه ودي في رأيي هي المعجزة الحقيقة يعني الناس كتيرة اه بتبقى طبعا اي حد اه متدين بيبقى مبسوط قوي بقصة بتاعة واحد كان اعمى ما بقى بقى بيشوف اه واحد اه كان مشلول وبيتحرك اه القصص دي مع ان ما فيش اي دليل عليها محدش شايف اي حد من الحاجات دي ومحدش يعني عنده اي اه تأكيد على اي قصة من القصص دي ولكن هي قصص مهمة جدا بالنسبة لاي مؤمن العلم قدر ان هو يخلي المعجزة المطلوبة حقيقة اه اه ومش حقيقة بتحصل اه بتحصل بشكل عشوائي لا دي بتحصل بطريقة بطريقة بتحصل لأي حاج بتحصل لكل الناس يعني يعني هي بس مشكلتها دلوقتي انها ممكن يكون التكلفة بتاعتها عالية شوية بس مع الوقت هتلاقي التكلفة بتاعتها قلت وبقت متاحة لكل الناس اه وهي دي المعجزة الحقيقية والمعجزة الحقيقية هي اللي عملها البشر اه يعني انا انا ممكن امشي بقى في في الامرسلة كتير يعني في ناس فعلا فقدت نظرها وبتركب اه اجهزة الاجهزة دي متوصلة بمراكز النظر في المخ وبتقدر تشوف ترجع تشوف تاني اه زمان واحد زيتها حسين فقد نظره وما بقاش بيشوف اه اه بقيت امره النهاردة طاع حسين لو كان عايش كان ممكن يبقى لسه بيشوف اه وهكذا يعني يعني اه دي مجرد اه والامثلة بقى كتير في في السكة دي يعني اه معرفش لو عندك اي تعليق على الموضوع ده او لا انا عندي تعليق لانه هو اه اه مسألة من الامبيتيشن ان احنا بنشيل بنقطع اه اطراف اه دي من اقدم الممارسات الطبية في التاريخ البشرية اه فكان فيه حتى موقع لان الاسف يعني هو بس شيء بشيء اسكر فانا مش مش مجهز المكان بتاعه فين لكن كان موقع على اه اه منطقة كانت دارت فيها حرب والخفريات لقوا في المكان ده فوق الالفين اه اه طرف من الاطراف اه وكانت في العصور الاديمة اه مسألة قاطع الايد والريلي دي مسألة درجة جدا اه بسبب لاسباب كتيرة حد اصيب اه حد عنده سكر اهم طبعا ما كانوش يعرفوا اه مرض السكر فكانو بيقطعوا الاطراف دي وكانت دي وظيفة الحلاء الحلاء زمان كان هو دكتور هو ده الطبيب يعني اه وكانت المسألة الطب زمان كان بيدار بالسيف وبالقطع وبالكي والزيت المغري والحاجات دي اه وهو مع بداية القرن التسعتاشر اه الف تونمية تقريبا اه اللي ابتدوا اه من فرنسا وايطاليا ابتدوا يقولوا لا احنا الدكتورة هنلبسهم بلطه ابيض وهندلهم كريستيج وهيتعلموا حاجات مختلفة ده كانت البداية قبل كده ما كانش فيه الكلام ده الدكتور ده كان حاجة يعني الطبيب او الحكيم ده كان حاجة يعني مش مش قد كده يعني كان واحد يوضى بلابخة يبقى عبطار يبقى يبقى لا that's it that's all we have ولكن تاريخ البشرية مع قطع الاعضاء تاريخ قديم جدا يكاد يكون مع بداية البشرية انا انا هرد على الخبر اللي انت جبته بخبر تاني الخبر التاني ممكن يكون غريب شوية اه فخليني اعمل شير لده اه الخبر التاني عن اه اه الحياة هو جديد يعني اه عن النمل والخبر بيقولك ان النمل اه اه بيقوم بعملية البتر فهنا هنشوف اه في البيبر دي البيبر دي نادلة اه في خليين اقولك اه دور اسمه الجورنل اه جورنل اف كارن بايولوجي الخبر ده او الورقة البحثية دي اتعاملت على النمل وبمتابعة النمل لقوا ان النملة اللي على الشمال هنا في الفجر A النملة دي رجلها حصل فيها اصابة من فوق فتدخل نملة تانية هتلاقي في الفجر B انها بتقوم بقطع الرجل هتلاقي في C هنا قطعت الرجل وبعدين بتبتجي بتستعمل اللعاب بتاعها علشان تقفل مكان البتر مكان ما قطعت رجل النملة والملحوظات المجموعة العلماء اللي عملوا البحث ده ملحوظات غريبة جدا اولا النملة المصابة مستسلمة تماما للنملة اللي بتصلح لها رجلها يعني مش بتقومها مش بتقولها رجلي بقى وبعدين لا لا خالص ده هي مستسلمة وبتستجيب لعملية البتر الشيء اللي مصير اكتر ان لقى ان لو النملة كانت الاصابة في الجزء الاسفل من الرجل ما ظنش جايبين هنا صور عليها لو الاصابة كانت في الجزء الاسفل من الرجل فالنملة ما بيلجأش للبتر بيسيب الرجل تعالج نفسها يعني كما لو كان ان النملة يعرف او عنده خبرة ان الاصابة في الجزء الاسفل من الرجل ممكن تعالج نفسها انما الاصابة في الجزء الاعلى من الرجل مش هينفع معها غير البتر فده الحقيقة انا لقيته شيء وليته للخبر اللي انت كنت جايبه والحقيقة يستحق الاعجاب انا عندي كلام كتير على الانتليجنس يعني احنا ممكن في مرة من المرات نفضي حلقة ان احنا نناقش مفهوم الانتليجنس مفهوم الزكاء وازاي الحيوانات او الحشرات دي يعني حجم عقل النملة حجمة بسيط صغير جدا يعني فازاي بيقدروا يدركوا معلومات معينة ويتنقلوها خلي بالك النمل ما بيتكلمش النمل بيكوميونيكيت من خلال الكيميستر من خلال الافرازات اللي بيفرزوها فمعندهمش لغة حتى فده شيء يعني ده شيء في حد ذاته مصير ولو المتابعين بتوعنا لو لسه موجودين لغاية دلوقتي اونلاين لو هما انترست في ان احنا نناقش حاجة زي كده اكتبوا لنا في التعليقات وهنتناقش في الكلام ده تمام هو يعني عامة الحاجة اللي انا عايز اقولها ان الحشرات دي بتبان قوي انها منظمة بتبان يعني مثلا البيهايف او خلية النحلة خلية منظمة جدا وكل نحلة بتقوم بدور واضح وصريح وتحس ان انت عايش في مملكة منظمة جدا يعني عيق يعني وده بيديك فكرة على ان المجموعة لما تبقى منظمة بتقدر تنتج حاجة اكبر بكتير من القدرات الفردية بتاعت اي كائد يعني نحلة لوحدها ولا ناملة لوحدها ولا حاجة انما مملكة الناملة او العش بتاع الناملة او العش بتاع النحل لما بيبقى بشغال كله بتناغم كده وهارموني بيطلع حاجات مش طبيعية يعني دي دي حاجة اتمنى ان احنا يبقى عندنا ربع التعاون بتاع الحشرات الصغيرة دي لان احنا في اوقات كتيرة مشكلتنا بتكون ان احنا مش عارفين نظام ننظم الشغل ما بينه يعني احنا اي كائن في الحياة قدرته بتتضاعف لما يقدر يعرف ينظم العلاقة بين الاطراف المختلفة في نفس المكان فالحشرات بالغريزة يعني هما دول مش يعني ازاي المجتمع بيتعاون مع بعضه علشان يوصل لهدف فاحنا لو خدنا في بلادنا مثلا المجتمع العمارة اللي احنا سكنين فيها هل المجتمع ده قادر يتعاون على انه يشيل الزبالة يخلي فيه نور في السلم يخلي الاليفيتور يعني نظيف وشغال ده مثل بسيط جدا يعني فيعني ممكن تجي للنمل او للنحر تديله عشرة على عشرة وتدي لبلادنا او لمجتمعاتنا انا مش عارف نديلها كام يعني مجرد تعاون في نفس الخلية اللي انتوا سكنين فيها يعني مش اكتر بالزبط يعني انا معرفش احب تحب اخش على الخبر اللي بعده ولا فيه اي تعليق زيادة عايز تقوله على الموضوع ده لا ننقل الخبر اللي بعده طيب انا عندي الخبرين او الخبر الخبرين اللي فاضلين واحد منهم ليه علاقة بالحشرات فانا هخش على الحشرات اه طالما احنا بنتكلم على كنا بنتكلم عن نمل المرة دي احنا نتكلم عن الدبان وهو اكتل يعني البطل في الخبر ده مش الحشرة مش الدبانة ولكن البطل هو اه نوع من انواع الفطريات اللي بيقدر انه هو يجذب الحشرات الاناس في الاول اه ويتغذى عليهم اه وبيموت الحشرة الانسة اه وبيستغل الحشرة الانسة اه اللي ماتت انه هو اه بيخليها تصدر اه اه روايح او كيميكالز معينة بتجذب الزكور علشان يمرسوا الجنس مع الحشرة اللي ماتت اه علشان اه التطر يتغذى على الزكور بعد انه هو عارف انه هو يجذب الاناس فهو الفطر ده فطر اه برضو تحس كده انه هو عنده زكاء اه غريب انه هو ده شرير ده فطر شرير اه والفطر الشرير ده اه اكتشولي البشر لان ما درسوه اه اه بيحاولوا دلوقتي ان احنا نستفيد منه لان اه ان احنا نستخدمه فيه او المبيدات الحشرية ان يبقى فيه مبيد حشري اه بنفس الميكانزم بتاع الفانجس ده او انهم ما يستخدموا الفانجس ده في بعض اه او بعض المصايد اللي بتتعامل للحشرات اه علشان اه الحشرات مش يعني احنا مش مشكلتنا قوي مع الحشرات اه علشان هي اه بيخة او بتديقنا المشكلة الاكبر نابت ان الامراض فهو الهدف الاساسي هو انا انا ما بحبش الدبان ما ما حدش بيحب الدبان بس هو بس اللي بيعمله الفطر ده بصراحة اللي تقذب يعني يعني الفطر ده عمل زي ايه عارف بيحسسني بايه زي ما يكون ان احنا على اليوتيوب ولا على فيسبوك يوتيوب وفيسبوك تعلموا من الفطر ده تلاقيه حتطلك اللي هيا لتلك بيت الناس صورة وبعدين تدخل تتفرج على الفيديو ما فيهوش اي حاجة من اله فانا حاسس ان الفيسبوك ويوتيوب بيتعامل معنا زي ما يكون فانجس واحنا بقينا الدبان المسكين اللي بيشرب المقلب ده اه ما يكون له كده ما يكون له كده يعني ما فيش فيش حاجة لله وللوطن ما فيش كله عايز يستفيد من كله فالنوع من الفطريات ده الميزة في دراسة الموضوع ده ان انت تقدر تستخدم الميكانيزم بتاع الفانجس ده فان انت تعمل بيه اه تقدر تقضي على الحشرات اللي مشكلتها الاساسية مش انها بتضايقك وانت نايم ولا مشكلتها الاساسية انها بتنقل امرات كتيرة يعني الكلام ده بيأطلاء على الزباب طبعا والنموس والنموس ده برضو فيلم كبير اوي لان هو بيبنتريت بيخترق الجلد وبيحط البيت بتاعه جوه الدم فانواع كتيرة من النموس بتنقل امراض قتلة يعني اشهر واحدة طبعا الملاريا وامراض تانية اه فالهدف من الدراسة بتاعت الحاجات دي ان انت تقدر تستفيد بالميكانيزم دي علشان تعرف تعمل كنترول على الحشرات الضرة اللي هي ممكن تأزينها او ممكن تضر بالصحة العامة بتاعت البشر يعني اه ده كان الخبر التالت اللي عندي اه والخبر الرابع اللي عندي كان اه ليه علاقة بالنوع البشري المشهور اللي المفروض يكون مشهور فيه على اوساط العادية بين الناس العاديين اللي هو النوع بتاع النياندرتال النياندرتال ده نوع من انواع البشر البشر اه او الهومو سبيشيز اه انواع مختلفة اه او الانواع دي موجودة بقالها كانت موجودة بقالها كذا مليون سنة اه وانقرضت اه في فترات مختلفة اه احنا النوع الوحيد البشري اللي لسه موجود على هزه هزا الكوكب الظريف ولكن نحمل جزء من جيناتنا اه من انواع اخرى منهم النياندرتال والنياندرتال اه نوع قعد فترة طويلة وانقرض حوالي اه 35 سنة اه 35 الف سنة فاتت اه وحصل بنا وبينهم تزاوج وخاصة في منطقة اوروبا وتلاقي الاوروبيين اه بيحملوا جينات اكبر من يعني جزء اكبر من الجينات بتاعتني اندرتال اكتر من اه بقية الاجناس وحتلاقيها زيرو عند البيور افريكان يعني احنا مش بيور افريكان بايداوي احنا كمصريين اه لينا اصول من اوروبا يعني اه بعد الهجرة اللي حصلت في العصر الجليدي. المهم الخبر ده بيتكلم على ان هما لقوا حفرية اه لطفل والطفل ده من خلال شكل الودن بتاعته اه او الحفرية او العضم بتاع الودن بتاعه اه بتدل ان الطفل ده عنده كان بيعاني من الداون سندرون او المتلازم الداون اه وده معناه ان علشان الطفل ده يعيش قعد ست سنين اه بيتلقى رعاية من الجماعة اللي هو عايش وسطه اه وده في رأي يعني في المجتمع بتاع الانتروكولوجي او الانسانيات ده دليل على وجود اه تحضر عند الجماعة دي من البشر اه فكرة ان انت اه تلاقي كائن بياخد باله من كائن تاني اه ده دليل على اه تقدم وتحضر النوع بتاع النوع اللي احنا متكلم عليه اه فالهومو نياندرتال اه نوع من انواع البشر اللي كان عندهم القدرة على ان هما ياخدوا بالهم من بعض ويرعوا بها وده حاجة مهمة جدا ان احنا نبقى فاهمين ان احنا البشر مش بس هم الوحيدين اللي عندهم اه ما يسمى بالاخلاق اه والكلام ده الاخلاق هي عبارة عن حاجة تطورية ضرورية من اجل بقاء النوع على اه الارض يعني اه فالنفس الكلام بيتقال على حفرية لانسان لقوه متجبر ان هو رجله مكسورة واتعمله اه جبيرة اه ده معناه ان ان هو اتكسر وان فيه واحد تاني او حد تاني كان معاه والحد التاني ده ما سابوش ويركيب له دعامة او جبيرة وقعد يرعيه طول الفترة اللي هو مقدرش يمشي فيها لان احنا نتكلم على بشر كانوا عايشين فيه مناطق خطر جدا اه مناطق الطبيعة طبيعة قصية زي ما احنا شوفنا كده الفانجس عمال بيكل بيعمل كل الانواع اللي في على الارض هدفها انها تصوربايف فتصوربايف ازاي بتصوربايف على الكائنات اللي حواليه فالبشر نفس الكلام اه زي ما هم بيكلوا او بيتغزوا على الكائنات اللي حواليهم فيه كائنات تانية اه بتتغزى عليهم او بتكول ففكرة ان حد يتصاب والحد اللي تصاب ده او يبقى عنده مشكلة براضية كبيرة وانه هو يفضل عايش ده دليل على ان كان فيه مجتمع اه فيه 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 تكافل اجتماعي او فيه ترابط اجتماعي بين الافراد الجماعة الوحدة علشان ياخدوا بالهم من الراجل ده او من الشخص ده اللي ما يقدرش يدفع عن نفسه او ما يقدرش يساعد نفسه لوحده اه فده موجود عند البشر وموجود عند النياندرتال وموجود عند حيوانات تانية كتير باشكال حيوانات فيه حيوانات ما ما عندهاش اه اه فيه حيوانات طبعا ما عندهاش بس اصد ان اغلب الثديات عندهم الصفة بتاعت التكافل اجتماعي او يعني هتلاقي في مجتمع اه الديابة مثلا مع ان هم مفترسين بس هتلاقي ان هم بينظموا الباك بتاعتهم او القبيلة بتاعتهم بحيث ان هم يراقوا الاطفال الصغيرين ويراقوا الكبار في السن وتأسيمة الشغل بينهم بتبقى هدفها ان هم يحفظوا على كل افراد القطيع او القبيلة يعني انا كنت عايز اتكلم على على بحث قريته لونج لونج تايم اجو كان على الهوموسيديان مش هقدر افتكر بالضبط التاريخ كان امتى الهو الاسكيلاتون اللي لقوه لكن كانوا لقوا راجل لما ابتدوا يعملولو ديتنج هو كان بقوا مفوش غير سنة واحدة والراجل ده عاش حوالي ميت سنة حاجة وتسعين سنة او المستمية وفقد اسنانه قبل ما يتوفق حوالي اربعين سنة فده معناها انه عاش في وسط القبيلة بتاعته حوالي اربعين سنة لازم هما اللي يهتموا بيه هو الراجل كمان كانت رجله وكان عنده مشكلة في الرجل وواضح انه ما كانش يقدر يمشي يعني يقري ويصطاد ويعمل ما كانش ده متاح يعني وده كان قبل الزراعة يعني فده بيأكد ان كان فيه حد تاني كان فيه ناس تانية غالبا من القبيلة بتاعته هما بيجهزولوا الاكل وبيفرمولوا الاكل كمان عشان يقدر يأكلوا وكانوا يشلوه علشان يتنقل من مكان لمكان فده كله بيؤكد ان الكمباشن او التعاطف في ما بين الكميونيتي ما بين المجتمع كان موجود من فترة طويلة اه وده طبعا يعني يعني معلش لو ارا قلت ان فيه ناس متخيلة ان قبل الاديان ما كانش فيه اخلاق اه او ان الاديان هي اللي قالت للناس او ان اه هي اللي عرفت الناس يعني ايه ياخدوا بالهم من بعض او يعني ايه بقى فيه اه ساق يعني ان يبقى فيه اه ساق يعني ان يبقى فيه ومرة شفت اه ما عرفش اسم ايه طلعت ده هي سلطة اه واحد من العلمين بيرواجوا للاديان من خلال العلم اللي هو العلم الفاشل اللي هو بيقول كلام ملوش اي معنى قال لك ان غشال بكارة ملوش اي لازمة وده دليل على ان ربنا خلقه علشان الشرح يعني انا الحقيقة اول حاجة جات في دماغي لما شفت الارجومنت العبيطة دي دخلت عملت بحث هل غشال بكارة ده حكرة على البني ادمين ولا موجود في سديات اخرى لقيت ان غشال بكارة موجود في سديات اخرى فقال ربنا مهتم ب بكارة الارد مش عارف يعني الفكرة ان اللي بقى لك بس لان فيه حاجيس في البخاري بيقول ان الارود كانوا بيرجموا ارد علشان زنك مكانش كتب كتابه عند مأزون شرعيه الحقيقة من اجمل الناس اللي ردوا على الكلام ده الدكتورة نوال سعداء والله ارحمه دكتورة نوال سعداء والمنسة بينات بتتكلم مع الناس على ان غشاء البكارة ده يا جماعة انتو فاهمينه غلط خالص فيه اكتولي لو الناس بيتابعوا تيت توك فيه تيت توك على غشاء البكارة بالتحديد لان اغلب الناس متخيلين ان فيه دايرة والدايرة دي فيه غشاء والغشاء ده بيبقى موجود ولما بيتقطع بيبقى خلاص ده اللي فيه مخيلة الناس هو سبعين في المائة من الستات ما عندهمش هزي نسميه ايه التشريح الوهمي اللي تم تأليفه حوالي سبعين في المائة من السيدات ما عندهمش الكلام ده مفيش حاجز والحاجز ده يتقطع ومن وراء دم مفيش الكلام ده فلو حد عايز يعرف بالتفصيل الدكتورة نوال سعداوي ردت على الكلام ده سبعين في المائة من السيدات ما عندهمش الغشاء البكارة طبيعي مولودين ما عندهمش حاجة اسمها غشاء بكارة سبعين في المائة يعني اذا كان حد سمع الهيسان طلعت ما عرفش هما الناس اللي تسمع الهيسان طلعت هي ناس عايزة عايزة تسمع هذا الوهم يعني دي تجارة الوهم وهو موضوع يعني مسير يعني أنا آسفا أوطعتك لا لا ما أنا خلصت هو الخبر كان زي ما قلت كده طفل عنده داون سندروم دا اي طفل يعني اي حد يعرف حد عنده داون سندروم عارف كويس قوي الكمليكيشنز والمشاكل اللي بيعاني منها هذا اي طفل عنده المشكلة دي اه انا شخصيا اعرف حد عنده طفلين بالمشكلة دي وانا ما كنتش اعرف ان الداون سندروم بيتطروا انه هما يعملوا استقصال لاجزاء من الجهاز الهضمي يعني الداون سندروم بيتطروا انه هما يشيروا الركتم او المستقيم لاسباب انا مش عارفها اسباب طبية طبعا اه وده بيخلي الكنترول على الاخراج عند اي حد ما عندهوش الركتم او ما عندهوش المستقيم بيبقى تقريبا صعب جدا وبالتالي تخيل طفل لسه ما تعلمش انه هو يعمل العملية دي لان الطفل محتاج يتعلم المعملية اي طفل بيتولد اه ما بيبقاش عنده القدرة على انه هو يتحكم في الاخراج اه ودي بتحتاج تدريب اه يعني احنا عارفين انه اسمها باتي ترينيج فتخيل ان الناس اللي عندهم الاطفال اللي عندهم داون سيندرون اه ما مجربوش يعملوا باتي ترينيج وفي نفس الوقت فقدوا جزء مهم جدا من الجهاز الهضمي المسؤول عن الاخراج اه فهو يعني يعني فاجي الاخراج ده موضوع صعب جدا جدا بيجارسوه في معهد سينما يعني ايو ماشي بس انا بتكلم على اخراجي على حاجات التاني اه فيعني بتبقى معاناية جديدة جدا لأي اب واي ام عندهم طفل عنده داون سيندرون طبعا داون سيندرون بيبقى ليه برضو اه اه مش دايما بيبقى نفس الانتنستي اه بس عمتا الطفل اللي عنده داون سيندرون بيبقى بيعاني جدا اه ومحتاج رعاية جديدة يعني رعاية غير عادية اه فوق الطبيعية يعني يعني لو احنا بنتكلم على طفل لسه مولود عادي بيحتاج رعاية كبيرة طبعا الطفل اللي عنده داون سيندرون بيبقى محتاج رعاية اكبر بكتير من الرعاية اللي بيتلقاها طفل عادي اه فكون ان الطفل دا يلاقه يلاقه ان هو فضل عايش لمدة ست سنين اه دا معناه ان هو قاعد ست سنين بيتلقى رعاية اه مكسخة مش رعاية عادية اه وده مش حاجة سهلة في بيئة خطر زي البيئة اللي كان عايش فيها النياندرتال اه من حاجة وثلاثين الف سنة اه يعني دا خبر مهم والغاية دلوقتي فيه ناس في الغاية دلوقتي مش قادرة تستوى ان احنا ما كناش النوع الوحيد البشري اللي موجود على الارض هو الحقيقة هو الموضوع مش سهل هو فيه اسئلة حتى لم نجد الاجابة عليها حتى الان يعني يعني ازاي هل النياندرتالز اي فالوحدهم ولا دول انفاصلوا عن الالسيبينز او الهومو أوريكتس وبعدين الليتر وكملوا مشوا في الاليوشنري ثري وبعدين رجعوا تاني بقى فيه تزاوج لان احنا نعرف ان مسألة التزاوج مش سهلة تخصل بالانواع مختلفة يعني بالزبط بالزبط وهو اصلا فيه طالما تكلمنا على حتة التزاوج ده هو دلوقتي لغاية دلوقتي احنا مش عارفين او احنا بنمنع التجارب اللي فيها تزاوج بين بشر ونوع تاني من الرئاسيات يعني احنا ما نعرفش لو مثلا انسان عمل علاقة جنسية مع شامبانزي ايه اللي حيحصل احنا ما يعني دي المجتمع العلمي منع الحاجات دي لأسباب اخلاقية مش لأسباب علمية احنا طبعا عندنا الحمير والاحصنة مع ان هما من سلالات متقربة بيقدر يتزاوجوا لكن الوف سبرينج بتاعهم اللي هو البغي ما يقدرش ينتج عندنا الكلاب بانواعها مع ان هما بينتموا لنفس الفصيلة مش سهل انك تعمل تزاوج ما بينه تزاوج لازم يبقى highly supervised فهو الموضوع ده مازال فيه على ما تستفهم احنا لسه مش مدركينها بقدر كافي يعني وفي رأيي انا ده من جمال العلم لان جمال العلم انت كل ما بتفتح ابواك في العلم بتلاقي نفسك دخلت في ساحات كتيرة لها ابواك تاني عايز تفتحها يعني يعني كل ما بتعرف اكتر كل ما بتلاقي الاسئلة تزيد اكتر وشغفك انك ترف الاجابات بيزيد يعني احنا مش عارفين اذا كان ازاي النياندراثولز والهومو سيبيانز تزاوجوا دي مشكلة احنا مش عارفينها خالص يعني وبقاء الاسئلة بيخلينا باستمرار ده الجزرة اللي بنيجري وراها العلماء كلهم بيجروا وراها والكريوسيتي الفضول بتاعك كانسان انك عايز تعرف اجابات ده فضول كويس يعني بيخليك تحاول توصل للاجابات دي وتفزي المجهود فيها فاتمنى من كل الناس ان هما اقرف العلم اتعلم العلم فكر وفكر بصورة كبيرة وتمنى انك انت تبقى احسن واحد بيعمل شيء ما في العالم يعني 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 انا اتمنى كل واحد بيسمعنا يبقى احسن واحد مثلا بيعالج ضعف نظر احسن واحد بيعمل عمليات زراعة شعر احسن واحد بيعمل مكان للحفر حاول ان انت باستمرار ما بقاش طموحك صغير خلي طموحك كبير اوي ولو خليط طموحك كبير ان شاء الله ان شاء الله هتوصل يعني انا اسف انا بقاطعك كتير والله يا فادي لا لا تمام انا خلصت كل الاخبار اللي كنت محضرها وبأكد على كلامك طبعا وفعلا انت انا عايز اشكرك ان انت فتحتيلي الباب ده لان انا انت كل اللي عرفتهولي تلت مواقع بينشروا اخبار علمية تلت مواقع دول فعلا بقوا بالنسبة لي لك حاجة يعني يومية لازم ابص عليهم انا حطتهم على الفيسبوك بتاعي يعني هما ليهم جروبس ليهم اكاونس على الفيسبوك فبتلعولي اوتوماتيك في النيو سفيد اكتشفت ان العالم عنده اخبار علمية بشكل مش طبيعي يعني يعني لو واحد مش متابع المواقع دي حيحس ان كل فين وفين لما يحصل خبر علمي جديد ما تكلمناش الاسبوع ده على الصاروخ الصيني اللي وقع ما جبناش سيرته انا مش عارف زي كانوا في بلادنا بيتكلموا عن الموضوع ده بس في الصين طلعت صاروخه وكان فيه مشكلة وقع وسبب شوية خسائر في القرية اللي وقع عليها ده على سبيل المثال ده خبر كبير قوي احنا ما كانش عندنا وقت ان احنا حتى نتكلم فيه منازمة الصين فيه خبر سريع كده برضو ان هما بيجهزوا الطاقم من الرواد الفضاء ان هما يطلعوا على الامر ان هما يعني يوصلوا الامر وشغلين على التدريبات بتاعتهم اليومين دون والجديد في الخبر ده ان هما اختاروا ناس مش من الملتري او مش من الطيارين فيه ناس مش من الملتري طايلوتس لما لك الصين المحطة بتاعتها في الجهة المظلمة من الامر اللي احنا ما بنشوفهاش بالزبط واتكلمنا قبل كده مش عارف اتكلمنا ولا لا بس قلنا ان الصين وامريكا بيحاولوا يعملوا قطر على الامر يربط المحطتين فده الكلام يا جميع ده كل ده تحاجات احنا حتى ما عندناش وقت نقولها ما عندناش وقت نغطيها يعني فالاخبار العلمية كتيرة مفيش شك انا اتمنى ابقى واحد من العلماء اللي يسمموا ان شاء الله مصمار في القطر اللي بي اللي هيكون على الامر يعني ده يبقى شرف يعني شيء جميل يعني اذا كنت مش قادر تدخل الوليمبيكس وتعمل لنا حاجة كده وتكسب لنا مدليا العلم يناديك نتمنى ان الناس تهتم بالعلم زي اهتمامة باي حاجة تانية يعني يعني احنا للأسف الجرعة العلمية عند المواطن العربي مش وقت حقها زي بقية المجتمعات التانية الصراحة يعني ونتمنى ان يكون الفيديو ده بيساهم ولو بقدر ضئيل من ان احنا يعني نعرف الناس جمال العلم واهميته يعني زي ما احنا قلنا كده موضوع الفطر العمال بيعمل حاجات غريبة دي في الاخر هنعرف نستفيد منه ان احنا نعرف نستخدمه في ان احنا نقدر نعمل باست كنترول او ان احنا نقدر نقوم الحشرات الضرب اه وهكذا فعني احنا كل حياتنا النهاردة معتمدة على انجازات بتاعت ناس اه كانوا في وقت من الفترات اه انا لو لك كمبيوتر ده ما كناش نعرف نتكلم انا وانت ومكانش حد يعرف نسمعني اه وكنا يعني لو حد عنده قدرة ان هو يعمل حاجة وكتب كتاب عدد اقلم كتير من اللي ميتفرج على الفيديو سيحيشوفوه او كتاب فاحنا دلوقتي عاشين في عصر هو العصر ده كله اتعمل من خلال العلم والناس اللي كان عندها الكريزتي او الفضول ان هي تلاقي حاجة جديدة او تكتشف حاجة جديدة او تخترح حاجة دي اه اشكرك يا دكتور واشكر كل اللي بيتبرج علينا ونشوفك في فيديو جديد واخبار علمية جديدة ومناشات جديدة اه واشكرك مرة تانية بشكل شخصي لاننا فعلا بستفيد من الفيديوهات دي اه واتمنى ان يكون فيه ناس غيري بيستفيدوا زي ما انا بستفيد اشكرك مرة تانية اشكرك انا بستضلسك على خناتك يا فادي لا ده شرف كبير لي ده انا اللي اتشرف يا دكتور مرسي جدا واشوفك على خير المرة الجادة شكرا